السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معي النهاردة Connect 4 صف الرابع الابتدائي Listen 1 من Unit 1 This is where I live طبعا سكان ترم الترم التاني معي Listen في بعض الكلمات والجرامع الموجود هنا في Unit 1 The first word City مدينة This is where I live يعني هذا أينما أعيش يعني ده المكان اللي أنا بعيش فيه مدينة 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 بيئة بيئة Environment يعني البيئة Building مبنى Village قرية Village قرية Crups محاصيل محاصيل زراعية Crups Adapt 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 يتلائم أو يتكيف Adapt يتلائم أو يتكيف Mountain Mountain اللي هو الجبل جمعها طبعا Mountains Tens Waces Waces يعني واحة ودي طبعا كلمة singular مفرد جمعها Waces بدبليل I بالE يعني أبدل I أحط بدله E بقت جمع يعني دي جمعها شاز تمام Waces واحة Waces دي طبعا تاخد S لكن دي تاخد Climate Climate المناخ Climate المناخ Fertile Soil Fertile Soil يعني طربة خصبة Too hot Too hot حر جدا Too cold بارد جدا Again The title This is where I live This is where I live Where هنا مش معناها أين كأداة استفهام بجاوب عليها لأ دي أداة ربط معناها أينما تمام أو الذي أولتي للمكان يعني بيجي فيه بتعبر عن المكان اللي أنا بعيش في City City Environment Environment Building Building Village Village Groups Groups Adapt Adapt Mountain Mountain Oasis Oasis Climate Climate Fertile Soil Fertile Soil Too hot Too cold Too معناها جدا أهم تنسة عندنا هنا إنزي سيانة The best simple tense وطبعا مقرر من السنة اللي فاتت Best simple tense اللي هو زمن الماضي البسيط زمن الماضي البسيط بيعبر عن حاجة حصلت وانتهت حدوثها Refers to something happened and ended شيء حدث وانتهى حدوثه يعني أنا كنت مثلا في سنة تالتة السنة اللي فاتت دي خلاص حدث حصل وانتهى أنا مثلا كنت في السنة من بارح Yesterday يبقى برضو ده إيه حدث حصل وانتهى لو فورم بيجي في Was Was ده الverb to be بتاع am و is و are في الماضي يعني ال am وال is وال are الماضي منهم was and where طبعا was للمفرد were للجامع was singular were plural يبقى was بتيجي مع إيه السبجكس في المفردة I he she it والاسم المفرد were للجامع بتيجي معاها we they you والاسم الجامع again was where was المفرد were للجامع was بتاخد I he she it والاسم المفرد were بتاخد ال we they وال you والاسم الجامع that verb to be يعني مثلا عايزة قول أنا كنت في السنة اللي فاتت السنة تالتة يبقى I was in primary three last year I was he was she was they were جامع they were we were تمام طيب وخلي بالي برضو من difference between where دي وما بين where اللي بمعنى اين w h question w h e r e w h w h e r معنى اين بجاوب عليها طبعا بالمكان وده اسمه w h question لكن ده verb اسمه where اللي هو cano دي كانة ودي كانة طب ال action verbs اللي في حياتنا اللي احنا بنفعلها مثلا بننام بنشرب بنأكل بنجري ال verbs دي بتنقسم النوعين regular verbs and regular verbs الافعال المنتظمة والافعال الغير المنتظمة او الشازة regular verbs معلش كنت مبدلاهم regular verbs اللي هي الافعال الغير المنتظمة او الشازة regular verbs المنتظمة هي اللي بضف لها e d او d او i e d بس طبعا مش بمزاجي على حسب ال verbs اللي جاي ال verbs العادية اللي زي play مثلا visit يزور او مثلا watch يشاهد بزود لها e d play played watch watched مثلا visit visited back back لكن wave wave هنا اساسا منتهي بلتر e ما ينفعش ان انا اضف له e كمان يبقى wavy no هنا بضف لها دي بس لما بيجي زمن e ماضي يبقى ما يجي في اخره اساسا e احط اضف له d بس carry carry طبعا منتهي بلتر y طبعا لما بيجي قبلنا بيبقى له قصة كده ان انا بشيله احط مع اي اضافة بشيله وقوم جايبة i وبعد كده ed بضف ل i ed يبقى carry carried برضو هو نفس الصوت كده ولكن اختلاف في a في vows ال white حولت لأي ed اما irregular verbs فهي غير منتظمة او شاذة بتبقى خرجة عن القعدة الاساسية اللي احنا عرفينها دي اللي احنا في اخرها ed وبتتحفظ معي يعني لازم ان انا اعرفها احفظها يعني لو شفت ونت في حتة كده ما عرفش ان هي قريبة g الا اذا ايه درست العلاقة ما بينه يبقى احنا كده عملي زي حصالة كده في دمائي الم فيها كل ال verbs اللي انا باخدها كده بالدور بحيس يبقى عندي محاصلة كبيرة جدا من verbs وتصرفاتها اهم حاجة تصرفات الافعال الكيورز بتاعتك كلمات الدلة عليها yesterday و ago و last yesterday يعني امس او مبارح ago يعني فيما صبت و last يعني السابق لازم يجي وراها مدة محددة او اسم المدة last year السنة اللي فاتت last week الاسبوع اللي فات last saturday السبت اللي فات yesterday و ago last طبعا الكلمات دي بتيجي في اخر الجملة لو جات في الاول yesterday مثلا بيجي وراها كلمة و last بتيجي في الاول بيجي وراها القمة لكن اجوه دايما بتيجي end of the sentence بتيجي في اخر الجملة تمام او في اخر السؤال عندي هنا did اللي هو verb to do بقى ازاي بيبقى شكله عامل ازاي انزا simple tense الماضي من do و does هي did يعني ده regular وراق regular verb ده طبعا regular verb يعني غير منتظم لاني ما جبتش do حطت لها ايه دي بقى do it لأ did did والنفي بتاعها didn't didn't did لو جات سألت بيها بجاوب yes or no question يعني لو بدأت سيبقى السؤال هيبقى اسمه yes or no question did you exercise yesterday هل انت تدربت مبارح يبقى معناه هل هل في زمن الماضي هل in the best simple tense did you exercise yesterday الميزة بقى في did ان بيجي وراها كل الضمائر تمام yes i did yes ونزل يو تتحول ل i وال did بتنزل a وراها وخلي بالي ان انا هنا طالما جبتها في نص الجملة يبقى small لكن هنا كنت عملها capital عشان هي at the beginning في البداية لو اقول no يبقى no i didn't yes i did or no i didn't ندي كده examples على الاسئلة الموجودة what did she play what did she play يعني ماذا هي لعبت طبعا نشيل what شيل did الشي بتنزل الشي زي ما هي play ساعتها هتبقى played ليه لان انا شيلت did الدلع الزمن اللي بتعرفني ان الاسئلة ماضي فانا احاول اجيب بقى الverb in the best simple tense عشان اخلي الاجابة ملأمة لزمن السؤال ومنفعش اقول she did play غلط يبقى اقول she played tennis يعني ماذا هي لعبت هي لعبت تنز عندي بقى ملحوظة مهمة جدا لاستفهم النفي بعد did بييجي وراهم الverb infantive بدون اي اضافات يعني الفعل بدون اي اضافات يعني انا هنا السؤال مع انه ماضي بس simple tense ما قلتش played طب ليه علشان انا جبت ال did طالما في did يبقى جاي وراها infantive طالما في didn't جاي وراها infantive يبقى did والdidn't بيجي وراهم infantive الفرب بدون اي اضافات تمام طيب where did she go where did she go اين هي زهبت هنا زهبت زهبت ليه قلت زهبت ما قلتش تذهب لان انا عندي did اللي بتعبرلي ان الجملة دي بس simple ماضي تمام وانا طبعا كان مفهود اجيب هنا keyword كلمة دلة عالزمن بس افرود ان انا ما جبتش بقى الجملة غلط لأ طبعا في حاجة هنا بتدللي ان زمن ايه الماضي موجود بقى ممكن اقول where did she go yesterday where did she go last week where did she go last Friday تمام يبقى انا عشان اجاوب هنا السؤال معنا طبعا اين هي زهبت هشيل الwhere شي للد شي بتنزل شي زمها هي الgo مش هتبقى ماضيها good ومالها هتبقى ايه هتبقى went go الماضي منها went go الماضي منها ايه went يبقى she went she went to all place لاننا سأل بمعنى اين يبقى لازم اجاوب بايه بplace بمكان يبقى she went to the zoo yesterday او لصيك على حسب الkeyword اللي موجودة عندي دي من الاساسيات يعني زمن best example tense من الاساسيات وما فيش لحد مقبر حتى وعبدا سنوية عامة دي اساسيات تركيب الجمل في الانجلش وهيبقى معنا طول الوقت فلازم ان انا تأسس فيه كويس طبعا اخدينه السنة اللي فاتت ناخده السنة دي وهناخده السنة الجاية طول الوقت هنقرر الازمنة ممكن بتطور فيها بسيط نحاول نحفظ الكلمات البسيطة اللي اخدناها النهاردة لحد كده ايه اه ما نكمل ان شاء الله بقيت اليونت ويا رب تكون استفدتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته